اشتركوا في القناة صحب رادية منعزلة نحو منطقة الأوراس خلايا رادية منعزلة أيضا ستميز مناطق شمال السحراء مع أجواء مغاشات وهذا إلى غاية الجنوب الغربي أقصى الجنوب مرتفعة لهدار والتاسيلي والجنوب الشرقي بينما أجواء مشمسة بوسط السحراء إلى غاية منطقة الواحات نشاط بعض زوابار ربنية المحلية يبقى يخص مناطق وسط السحراء عن الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تبقى مرتفعة تفوق العشرين درجة على كل المناطق الشمالية خاصة بغنيزان ستقرب ستة وعشرين درجة تسعة وعشرون درجة منتظرة بغردايا ببسكرالواد تلاتون درجة بورقلا ببرشبجي مختار وإنجزام خمسة وعشرون درجة فقط بيتامنراز بينما ترتفع إلى غاية خمسة وثلاثين درجة هذا بتندوف أما فيما يخص الحرارة القصوى المنتظرة خلال ظاهرة الغد إذن ستبقى مرتفعة تتراوح ما بين تلاتة وتلاتين إلى أربعة وتلاتين درجة بيعنا بسكيك دا بجاية العاصمة مستغانا ووهران خمسة وتلاتون درجة متضرة على كافة الهداب العليا ومنطقة الأوراس نفس المقياس بقسنطينة وتلمسان بينما ترتفع إلى تسعة وتلاتين درجة بتزيوزو والواحد وأربعين درجة بغلزان جنوبا تبقى أجواء حارة درجة حرارة فوق الأربعين درجة من شمال الصحراء إلى غاية الجنوب الشرقي ستقرب أتن وأربعين درجة بينما ترتفع إلى غاية ستة وأربعين درجة من تندوف نحو وسط الصحراء مع سبعة وتلاتين درجة فقط بثمان راسد أما فيما يخص حالة البحر اليوم الغد سيكون جميل إلى قليل الأتراب نحو سواحل الوسطى والغربية الرياح تكون ضعيفة لكن تصبح معتدلة محليا لتقرب أربعين كيلومتر في الساعة وتتنى من شرقية إلى شمالية شرقية وقت شرق الشمس بحت الغد على مسوى العاصمة سيكون في حدود الخامسة صباحا وثمانية وخمسون دقيقة والغروب على الساعة السابعة مساء وتسعة وأربعين دقيقة مشاهدين أشكرك مع لحس المتابعة ودمتم في أمان الله